السلام عليكم اخواتنا المشاهدين كديري اللابس عليكم اليوم غادي نهضرو على لوبنا كيف ما شفنا لوبنا بعدما درت واحد الحراكة اللي استنكروا هالمغاربكاء الملين وخصوصا اللي متابعين هات القاسة هادي هي انها رضات على المباشر او تبوعات كل واحد وكيفاش كيسميها من بعد داك الفيديو او اللايف ختافت على الانظار ما بقاش سجلات ما بقات حطات حتى شي فيديو لانها غلطات واحد الغلط بدون كيما تقولوا بدون ما تعرف انها غادي يضر بزيف ديال الناس كيف ما شفناها لو بندر داك المرة اللايف وكانت حطا استلح داها مرة مرة كتبوع فيه وهدي مش احترام الناس اللي غايتابعوها في اللايف ولا الناس اللي غايتابعوها من بعض اللايف زع ما قلت الادان ولكن هي على ما اظن ذاك شي ما كانس حيلو غادي يضر الناس ذاك شي دارتو تلقائي زع ما عادي مرة كتتوحم راها كترد ولكن سات بانا السيدة مرة كتكون توحم وكون فيها بحل كهذا الاعراض ديو اللوحم كتبعد على السوشال ميديا وحد الفترة مثلا رانيا فلوك تهي عندها نفس الاسباب تهي كتتوحم كترد كيف ما شفناها بعدات على السوشال ميديا حتى يفوتها هاد الجو و ديال الوحم و ديال الردان و ديال الزعاف و ديال كل شي عاد ترجع تخدم على قناتها ولكن ليش في نافلوبنا ما بعداتش في السوشال ميديا بالعكس هي مني جاه الوحم و جات الدوخة و ردان غير ما تشمخات في اللايفات يوميا اللايفات يوميا فيديوات مرة في النهار جوج مرات في النهار جوج مرات في النهار جوج مرات في الصباح و تدير في عشية يعني كترت من ديك الليقاءات مع المتابعين و بطبيعة الحال دوك المتابعين خصوصا اللي كانوا واحد الناس اللي هم اكتر داروري ما غير يعجبهم لحال لا درتيش تصرف ناقص لو بنا بدك الشي اللي جاه براسها عادي حتى تسطلح دراسها كتقول كلمة و كتبقى تبوع و كترجع كتبقى زعمة دك الوقت اللي انتي كتردي فيه احتراما لها دوك الناس تفعل لايف حيث بدات في البداية جاه هدك الردان هدك ردان بعض الناس راح كيزيروا قلة الحياة و قشو ما و عيب ده بك اللي حال هدك اللي حاط حال هدك اللي حاط حال هدك اللي حاط واحد مقدوبة العشاء كي تعشوا بحال الناس لالأوروبرا كيتعشوا في هذا الوقت اللي مغاربة كي حلووا اللي فات معستة هنا ف اوروبا كيف دوكو يتعشاوا هادك الناس اللي اللي هما محبين هاد السيدة لوبناء ومتبعين او كيتفرجوا فيها كيفاش كتكون الماضاق ديال الاكل ديالهم هما كيشفوا واحد السيدة كترد عليهم بعلي مباشر هززت له كترد لا ره حشو ما ما جاتش كمتن قولوا لا في الاخلاق لا في الديل لا في شي واحد يدير بحالة التصرفات وكيفما قلت بقدر هي تلقى اذا كشدارته من راسها عادي قلت زعم ما انا كنت وحم ولكن الواحد من اللي كيكون في واحد الوضع وضع ماشي مزيان ماشي مرتاح يا اما ضرق معدتك يا اما كتتوحم يا اما مريض يا اما ماشي بالضرورة عليك خاصك تدير اذاك الله يبود خدمك في ما هي كتسمي بان اليوتيوب خدمة اعطى الله الايام جاية اعطى الله الوقات اللي تكون انت في المزاج ديالك هو هاداك تكون معدتك زاقية ما كتكون واكلة والو ما تكون يطرد ديالو وارا ما نخدم وزيدون ماشي لوبنا الى مدارش الى ما خدماتش ومدارش ذاك القانات ومدارش ذاك الفيديو ما عداش مش تاكل حيت راجلها خدم حداها تتاورها الله كي يطفي لايذ هي كاتحوا الليذ زعمه هو ذاك السيد اللي مكفل بيه وبذاك الحمل اللي في كرشا وغا يصرف عليها سوا خدمت سوا ما خدمت شرا هو غادي يجيب كما كانت تقولي اه مصروف الداروية ما كتخلص حتى شي حاجة انا ماشي ماشي يزعم مزايرة على ديك القانات خاصة تخدم فيه وتجيب باخر الشر وحد المصروف وخا حاملة وخا نتوحم وخا مريدة ضروري ان دير اذاك اللي كيف ما شفناها دابا بسبب هاد هاد التصرف الخاطئ اللي كما قلت شتوه بزاف دي الناس لا متابعين لا منتاقدين كل شي دير واحد ضجة كل شي ولا هاس طولة كيرض كل شي دير القطران كل شي كل واحد كيعيب بالطريقة دياله ها هي دابا عقبات بعدات واحد يومين هادي ما قد حطات حدا شي حاجة واشنو السبب في الاختفاء ديالها على السوشال ميديا هو هاد التصرف الخاطئ اللي واحد ما كيدرس شي حاجة وكينو ديرها عشوائية كينو يكون جالس كيقول لاش نسيت كينو دير شي حاجة اللي غا ديال ضر ديالناس اللي متابعينه حيث وخا الناس اللي كدبه كيعيبوا لوبنا كنقولوا ديالناس ما كيبغيواش ولكن الناس اللي كيبغيواره في نفس الوقت دهوما كيف ما قلت تيدضروا يا اما كانت اياكله جاته اصلا طلع لي جاته الرده يا اما كان بغيش روح القهيوه وتصنط لدك اللي ديالها جابت لي الرده وبزاف ديال الناس اللي كتكون عندهم المعدة وكيكون عندهم شمي ازاز من شي واحد يا اما قدامه كيجي بدي تبوع يا اما كيجي يبدي يصطف النيوف دياله يا اما احنا هاتشي فينا عادي باشار كلنا فينا هاتشي ولكن بنا يضعام كل حاجة لهالمحل ديالها بغيت الرد نسدى ذاك اللي لايف ما نديروش او فيديو ايوشي حاجة كنت مريدا بعد ما نبقاش انا نسجل حتى نصح او مثلا دابع بحال داك الردان ودك التبوع وتقرع وغير تقرع عندشي ناس راح شو موعيب وعاري لجيت احداه وتقرعتي كينشي واحد كيجي عادي يجي احداه واحد يبقى يتقرع عادي ولكن شو واحدين خرائر راح كيتشمأزو وكيتعصو وقدار يكره هدك الانسان اللي دار قدامه ذاك الحركة بلا ما يحس الواحد بدون تباك يدير شي حويج اللي غيسي فيهم الناس خورين وانا يا فشفت فعلا لوبنا ما عجبنيش الحال قبل ما ينوض هاد انطيقات قاع عليها ما عجبنيش الحال قلت تعليز زعمك هتدير بحلاكه وفيد هالحال فيدك الحال زعمه تليفون غير راقم نسده وصافي ونتهنه وندوز نعص مع راسي ونكسع نمشي الباني ونتبوع تنعياء ومتواحد ما يسخ خباري ولكن للأسف بعد الحويج كنديروها بلا ما نحسوا وكنديروها وفي الآخير عادة كندقوا نقولوا النادم يتردد علينا على جدرنا على جدرنا على جدرنا ودبا هذا مية في المية علاش لوبنا اختافات على اليوتيوب هاد الأيام هادي هو السبب ديال هالضجة ديال الردان او التبوع او كل واحد هنا مطاقة كتسميه على المباشر كيلي كيقول لها كتردد على المتابعين كيلي كيقول لها كتردد على الناس اللي ما كتبغيش كيلي كيقول لها كل واحد كيفاش قراها انا علاش نحط راسي في هاد المكان هادا نخلي الناس تهزئ بيا ونخلي الناس تنقص مني ونخلي الناس اللي يقولوا فيا اللي فيا ولا ما فياش واحد تصرف اللي انا فيدي نتحكم فيه وانا فيدي باش ما نخليش الناس يهضروا علي يا خيب كيما تنقولوا حاجة ندرسها قبل ما نقولها وندرسها قبل ما نديرها وقبل ما نفعلها هادو كل اللايفات اه الواحد من اللي يكون ماشي في الخاطر ديالو خاطره مروع عليه معتو داراه وبزاف ديال الحويج انا بزاف لوبنا كان لاحظ اه ما كتجي هيا تصوار حتى تكون فيها شي حاجة يا اي ما تكون مريضة يا بدرسها يا بشي حاجة عادية كي يجي ها تصوار في الول كانوا كيلوموا المتابعين كيلوموا مراجلها وعدوستها وربيبتها يقولوا لم تتومة ما كتحسوش بديك السيدة ديك الانسانة مريضة بعد ما داروا بيها واحد بزاف ديال الفيديوهات فيه فاش كان داراه الدرسة وكتتقلم ولكن ما عرفوش بان لوبنا ما عاجب الحال يا زيز عليها تبان بهديك الطريقة لابا كون صورة شي واحد ويا كترد لو ما كانت غير تمشي اللوبنا كانوا غير يمشي والناس اللي دارين بيقول لح شو معليكم سيدة هزز طلا وكترد انتم ما كتصوروا بيها الفيديوهات طلعوا بيها الفيديوهات حتشفنا دارتو تكشي في القناة دياله تكشي علاش كنقول ليك لوبنا هات المرة إلا بغي تديني شي حاجة حتى تدوريها في مخك وإلا كنتي مريدة بعدي من السوشال ميديا إلا كنتي حاسة بشي حاجة باعد منه ومن بعد أعطى الله الأيام من يكون واحد في صحة جيدة ومزيان أعطى الله تصوار وأعطى الله ما يتقال وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله